انطلقت ورشة البحرين الاقتصادية قبل قليل بإعلان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش وازدهار مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى جذب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط وإحلال السلام في المنطقة وعلى مدى يومين يبحث المشاركون في ورشة المنامة في البحرين الجانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية التي نشر البيت الأبيض بعد تفاصيلها ويشارك الأردن في الورشة على مستوى أمين عام وزارة المالية للاستماع إلى ما سيتم طرحه والتعامل معه وفقا لمبادئ الأردن الثابتة وهي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى وأنه لا بديل عن مبدأ حل الدولتين في غياب أحد الأطراف المعنية صاحب الحق الفلسطينيون وبمشاركة وصفت دبلوماسيا بالمحدودة للأردن ومصر عبر الأمينين العامين لوزارتي المالية في البلدين يناقش المشاركون في ورشة المنامة الجانب الاقتصادية من خطة سلام طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرف بصفقة القرن من السلام إلى الازدهار هو شعار ورشة يراها البعض صفقة بيع وشراء فبحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي على الإنترنت سيتم بحث مسودة مشاريع ستنفذ في المنطقة العربية خاصة جيران الفلسطينيين وبالتالي الكيان المحتل الطموح جمع نحو خمسين مليار دولار لتمويل هذه المشاريع التي بحسب شعار الورشة تماهد الطريقة للازدهار تذهب ثمانية وعشرون مليارا منها للضفة الغربية وغزة وسبعة مليارات ونصف المليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان يأمل الأمريكيون أن تكون دول الخليج من أكبر المانحين لها فيما يدرسونهم أنفسهم المساهمة بحسب مستشار الرئيس الأمريكي جيريد كوشنار في ورشة البحرين يبدو أن الاقتصاد يسبق السياسة لا بل ويطغى عليها الأمر الذي رفضه الفلسطينيون فكيف يتم بحث الوضع الاقتصادي قبل بحث الوضع السياسي بحسب الجانبين الأردني والفلسطيني إلا إن كان الأمريكيون يقصدون نوعا من الضغط في ظل وضع اقتصادي متهالك تعاني منه المنطقة العربية بشكل عام خاصة بعد الأزمات والحروب التي ألمت بها تتجه الأنظار إلى المنامة وورشتها لعلها تكشف المزيد من الخطة الأمريكية للسلام وهذا ما يبرر مشاركة البعض فيها لكن ما سرب حول الجانب الاقتصادي لها يبدو كمحاولة لشراء السلام المحتل بازدهار جيرانه عبر مال العرب في خطة أمريكية الصنع بامتياز